السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على آناتنا دية تعليم مع فيديو جديد في مادة الرياضيات للمستوى الخامس صفحة سعود من كتاب النجاح في الرياضية إذن هنا تتم لدرس الأعداد الصحيحة الطبيعية الملايين والملايين نبدأ من التمرين الأول كل بطاعة تمثل عددا يعني هذه البطاعة تمثل عددا سؤال أمنأ خانات كل بطاعة بالأعداد ستة، اثنان، واحد، صف لأحصل على أكبر عدد إذن هنا يجب علينا أن يكون أكبر عدد باستعمال هذه الأرقام إذن دائما يطلب منا أكبر عدد نبدأ بالعدد الأكبر أي الأعداد التي تكون لدينا نرتبها من الأكبر إلى الأسعار إذن هنا أكبر عدد هو ستة بعده اثنان، بعده واحد، وبعده صف إذن سنكتب ستة، اثنان، واحد، صف هكذا نحصل على أكبر عدد لأننا لدينا هنا ستة، اثنان، واحد، صف عندما نرأ العدد خمسمائة واثنان وستون ألف ومئة وأربعون إن غيرنا مكان هذه الأعداد سيصبح العدد أسعار إذن هنا أيضا في العدد الثاني سنبدأ مطلوب منا أكبر عدد إذن سنبدأ من أكبر عدد أي ستة، ثم اثنان، ثم واحد، ثم صف هنا أيضا سنبدأ من العدد ستة، ثم اثنان، ثم واحد، ثم صف حسب مكان خانة الفاريرة هنا أيضا سنبدأ من العدد ستة، الفراغ الثاني نكتب فيه اثنان، الفراغ الثالث واحد، والفراغ الرابع صف العدد هنا أيضا سنبدأ من الفراغ الأول سنكتب أكبر عدد أي ستة، بعده أكبر عدد اثنان، بعده واحد، بعده صف هنا الفراغات سنبدأ من المربع الأول، إذن ستة في المربع الأول 2 في المربع الثاني 1 في المربع الثالث ثم 0 هنا الفراغ الأول سنكتب فيه 6 الفراغ الذي بعد 4 سنكتب فيه 2 ثم سنكتب 1 ثم 0 هنا سنبلغ أيضا من أكبر عدد وهو 6 نكتب هنا 6 ثم 2 ثم 1 ثم 0 إذن هكذا نحصل على الأعداد الأكبر بترتيب هذه الأعداد التي لدينا من الأكبر إلى الأصغر السؤال باء مطلوب منا ترتيب هذه الأعداد من الأصغر باستعمال تناقصيا إذن تناقصيا المعنى من الأكبر إلى الأصغر عندما يكون تناقصيا إذن نبدأ من العدد الكبير وتزايديا نبدأ من العدد الصغر تناقصيا إذن سنبدأ من العدد الكبير سنرتب هذه الأعداد إذن في البداية سنؤمن مئة الآلاف إذن لدينا هنا خمسة 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 ستة 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 وهنا ستة وأيضا ستة إذن سنؤمن في البداية الأعداد التي لها ستة لأننا طالب مبتلومين تناقصيا إذن هنا ستة ستة إذن سنرى الأعداد الثانية هنا خمسة اتنان اتنان خمسة اتنان إذن هذين العددين لهما خمسة إذن هنا 6, 6, 5, 5 وهنا 2 وهنا 4 إذن هذا هو العدد الكبير إذن 6, 5, 4, 2, 1, 0 ونضع الرمز أكبر ثم نكتب العدد الموالي أي 6, 5, 2, 4, 1, 0 إذن ما هي لدينا هنا 6 وهنا 6 وهنا أيضا 6 هنا 2, 2, 2, 1, 1, 1 5, 5, 0 إذن 5, 5 هنا مثل الأعدد إذن نلاحظ العدد الموالي هنا 4 وهنا 0 4 أكبر من 0 إذن 6, 2, 1, 5, 4, 0 ثم 6, 2, 1, 5, 0, 4 إذن العدد الذي فيه 6 هو هذا العدد سنكتبه 6, 2, 1, 0, 5, 4 ثم الأعداد التي لها 5 في مئة الآلف إذن هنا 5, 5, 5 هنا 4 وهنا 6, 6 إذن سنقعين هذين العددين 6, 6, 2, 2, 1, 1 هنا 4 وهنا 0 4 أكبر من 0 إذن هذا العدد هو الأكبر 5, 6, 2, 1, 4, 0 ثم العدد 5, 6, 2, 1, 0 ثم العدد المتبقي وهو العدد الأصغر 1, 0 إذن بهذه الطريقة نرتب الأعداد تناقصياً أي من الأكبر إلى الأصغر أكتب هذا العدد بالحروف إذن هنا نحيد فصل الوحدات هنا فصل الآلاف وهنا فصل الملايين إذن في الملايين لدينا خمسة إذن نكتب خمسة ملايين في فصل الآلاف لدينا تسعمائة إذن وتسعمائة ألف ليس لدينا في الوحدات إذن نكتب الوحدات إذن خمسة ملايين وتسعمائة ألف إذن هذا العدد يكتب خمسة ملايين وتسعمائة ألف ثم ننتقل إلى التمرين الثالث أكتب بالأرقام الأعداد الآتية إذن هنا يمكننا استعانة بجدول العدد يمكننا استعانة بجدول في الجدول نكتب الوحدات الآلاف الملايين والملايين إذن في الوحدات هناك وحدات عشرة مئات أيضا في الآلاف وحدات عشرة مئات الملايين أيضا وكذلك الملايين إذن هنا سبعة ملايين إذن سبعة ملايين إذن في خانة الملايين سبعة تمثل الوحدات سبعة ملايين أي سبعة إذن هنا في خانة الوحدات وخمسة وعشرون ألف إذن خمسة وعشرون ألف في خانة الآلاف نكتب خمسة وعشرون ألف ومئتاني أي في فاصل الوحدات ثم نتمم هنا بالصفر إذن هذا هو العدد سبعة ملايين وخمسة وعشرون ألف ومئة ونكتب العدد سبعة ملايين وخمسة وعشرون ألف ومئة إذن هنا العدد الثاني إذن هذا الجدول يسهل عليكم كتابة الأعدد مليون إذن في الملايين واحد إذن مليون ومئة وتسعة وسبعون ألف إذن في الألف مئة وتسعة وسبعون إذن 179 في فصل الآلاف إذن في فصل آلاف 179 و18 في فصل الوحدات 18 إذن نضيف هنا الصف فنحصل على العدد إذن 1179.018 إذن 1179.018 العدد الثالث 75 مليون إذن في خانة الملايين سنكتب 75 أي 5 في الوحدات و7 في العشرة و64 مليار إذن في خانة الملايين 4 في الوحدات و6 في العشرة أي 64 مليار ثم نضيف الأصفر في باء الخانات ونحصل على هذا العدد إذن سنكتب العدد إذن هنا 64 مليار 75 مليون ثم لدينا 6 أصفر 1-2-3-4-5-6 الجدوان يسهل عليكم دائماً كتابة الأدب ثم ننتقل إلى التمارين أربعة أكتب كل من الأعداد الآتية على صورة مجموعة كما في المثال إذن نلاحظ هنا لدينا المثال هنا العدد مليونان و769 إذن كتبنا إذن كتبنا 2 ملايين 700 ألف 60 ألف 9 ألاف 718 أي فكتنا العدد إذن هنا لدينا في الملايين أربعة إذن سنكتب أربعة وستة أصفر لدينا هنا في الآلاف 500 ألف إذن نكتب 500 ألف ثم لدينا أربعون ألف لأن أربعة في العشرات ثم لدينا ستة ألف هنا في الوحدات لدينا 700 ولدينا واحد العدد الثاني أربعة وثلاثون مليون إذن ثلاثون مليون ثم أربعة ملايين ستة أصفر ثم خمسمائة ألف أي خمسمائة ألف ثم سبعون ألف إذن سبعون هو ثلاثة أصفر ثم تمانية ألف ثم أربعمائة ثم لدينا ثلاثون ثم لدينا خمسة دائما نفكك خانة الملايين ثم خانات الآلاف ثم خانات الوحدة العدد الآخر مئة وثلاثة وعشرون مليون إذن في الملايين لدينا مئة إذن مئة مليون ثم لدينا عشرون مليون أفوان هنا سنكتب زائد ثم لدينا ثلاثة ملايين في الألف أربعمائة ثم لدينا خمسون ألف ثم لدينا ستة آلاف ثم لدينا سبعمائة ثم لدينا تمانون ثم لدينا تسعة ثم لدينا تسعة إذن تمانون تسعة إذن هكذا نفكك العدد دائما نفكك خانة الملايين ثم خانات الآلاف ثم خانات الوحدة وننتقل إلى التمرين الخامس أذكر رتبة كل رأم إذن هنا سندقل رتبة كل رأم من العدد التالي بدون استعمال جدول العدد يعني بدون أن نستعمل الجدول إذن سنكتب هنا الأعداد ثم نكتب ترتيبها نحدد رتبتها بدون استعمال الجدول إذن هنا سنكتب العدد إذن العدد هو 462 مليون و357 ألف وتسعمائة وواحد إذن هنا سنرتب العدد إذن سنبدأ من العدد واحد إذن ماذا يمثل العدد واحد هنا يمثل الوحدات إذن نكتب وحدات العدد الصفر ماذا يمثل بعد الوحدات لدينا عشرات العدد التسعة ماذا يمثل إذن وحدات عشرات مئات إذن نكتب مئات بعد العشر المئات إذن هنا ندخل إلى خانات فصل الآلف إذن نبدأ من سبعة سبعة ماذا ستمثل ستمثل وحدات الآلف لأننا دخلنا فصل الآلف خمسة ستمثل عشرات الآلف ثلاثة إذن بعد العشرات تأتي المئات إذن مئات الآلف لأن هنا فصل الوحدات البسيطة وهنا فصل الآلف إذن هنا فصل الملايين إذن دخلنا إلى فصل الملايين إذن إثنان ماذا ستمثل ستمثل وحدات الملايين إذن وحدات الملايين ستة ماذا ستمثل إذن هذا وحدات هذا عشرات إذن عشرات الملايين عشرات الملايين بعد عشرات الملايين تأتي المئات إذن مئات أيضا مئات الملايين إذن هنا نلاحظ دائما في العدل الثلاثة الأعداد الأولى تكون في فصل الوحدات البسيطة ثلاث أعداد الثانية تكون في فصل الآلاف وثلاث الأعداد الأخرى تكون في الملايين إذن هنا وحدات عشرات مئات هنا أيضا في فصل الآلاف وحدات الآلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف أيضا في الملايين وحدات الملايين عشرات الملايين ومئات الملايين يعني نقصم العدد إلى ثلاثة ثم ننطئل إلى التمرين السادس أملأ الخانات الفارغة إذن هنا لدينا عدد سنملأ هذه الفراغات لدينا 587 ألف و302 وأربع نلاحظ هنا الخانات إذن خمسة ماذا تمثل هنا مئات الألف إذن خمسة تمثل مئات الألف إذن سنضربها في مئات ألف لأنها خمسمائة إذن في مئات ألف ماذا تمثل هنا من يمثل عشرة الآلف الرأم الذي يمثل عشرة الآلف هو 8 إذن نكتب 8 في عشرة ألف 7 في ألف لأن 7 تمثل وحدات الآلف ندخل إلى فصل الوحدات البسيطة ماذا يمثل عدد 3 يمثل 100 إذن نضربه في المئة لأنه يمثل المئات 4 تمثل العشرات نضربه في عشرة و2 يمثل الوحدات نكتب 8 ثم ننتقل إلى التمرين 7 لأنه يمثل عشرة الآلف 980 ألف كيلومتر مربع يكري أن شفر ست سبريفيسي إذن سنكتب هذا العدد بالحروف بالأعدد عفوا إذن سنكتب هذا العدد بالأعدد بإذن 599 ملايين إذن في الملايين 590 980 ألف إذن في خانة الألاف 980 ليس لدينا هنا وحدات إذن سنكتب صفر 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 إذن العدد يكتب هكذا 590 980 ألف جو ديكمبوز سنبخ سوف فرم أديتيب إذن سنكتب هنا على شكل جمجموع مفتت كما كتبنا هنا نفس الطريقة في التمرين أربعة إذن سنستعمل طريقة التمرين الرابع إذن سنبدأ من خمسة خمسة تمثل مئات الآلاف مئات الملايين عفوا إذن مئات الملايين إذن خمسمائة مليون 9 تمثل وحدات الملايين إذن 9 ثم 6 أصفر 9 هنا تمثل مئات الآلاف إذن تسعة مئات آل تمانية تمثل عشرات الآلاف إذن ثمانون آلف هذه هي الأعداد التي لدينا إذن هكذا نكون أدء أنهينا تمارين الصفحة تسعة من كتاب النجاح في الرياضية للإسم الخامس لدعم الأنات المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل الدرس